المرتبة الثانية من مراتب الدين الإيمان ما هو الإيمان؟ الإيمان هو قول باللسان كانت تقول لا إله إلا الله واعتقاد بالقلب يعني هذا اللي تقول بلسانك لابد أن الباطن يوافق الظاهر لا تكون كالمنافق لابد أن تعمل بقلبك تعمل أيضا بالقلب كالمحبة لابد أن تعمل بقلبك وتعمل بالجوارح كالصلاة مثلا الإيمان يزيد وينقص إذا لابد في تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة نستلاجع لكم منهم من خمسة أمور في التعريف هذا هو إيمان من خمسة أمور أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة قول باللسان اعتقاد بالقلب عمل القلب وعمل جوارح يزيد وينقص كُولَيْجَيُمْ أَرْكَانَ الْإِيمَانُ سِتَّةَ وَاللَّهُ أَعْلَمْ موسيقى